طب خلوني هنا أرجع مرة تانية أسوة عبد المنعم أسوة عبد المنعم أنا هرجع لنفس المواطن البرجوازي بتاع أياه أنا ما بروحش الجامعية تاني هرجع أقوله اشتري اللي انت حايزهم برة طالما انت راجل مش عاجبة الكلام ده لكن هرجع للمواطن اللي زي حالاتي طبقة متوسطة الناس اللي برضو محتاجة أكتر من الدعم إلى آخره هل في منتج لما هيجي يروح مثلا للجامعية أو هيروح للمنافس بتاعتنا بتاعت الدولة فيجي يدور عليه فيتقاله والله يبص هو الزيت اللي انت كنت عايزه ده اللي عليه السعر الجميل والتخفيض اللذيذ خلص فمفيش قدامه غير الزيت ده هل ده وارد؟ لا قدامه شوارد في ظل الظروف اللي احنا فيها والدولة القوية غير وارد الله ينور اللي خده عندك بقى انفراض يعني اشجيني اشجيني النهاردة لما كان حد داخل في المعارض دي وداخلين في المباهرات وكمية المعارض من الوزرات مش عيد تاني ولكن لما تلاقي واحد بيعرض المندل ده عالتواصل الاجتماعي يعني مش جاي يقضي ده ريبة يأسبوع وماشي بلك أنا عنده الرز بكذا عالتواصل الاجتماعي وعند الزيت باربعة وعشرين جنيه الناس ده راحت جابت الزيت بواحدة تلاتين جنيه قبل الموضوع المبادرات ورجعت النهاردة لقيته باربعة وعشرين جنيه لأ الزيت متوفر لأ مش خد بقى اللي عنده لما معالي وزير التموين والتجارة الداخلية مع معالي وزير التموين بتفتحوا معرض أهل رمضان في شهر فيصل كانت الاتفاق حتى تظل المعارض لبعد شهر رمضان والشوادر طول شهر رمضان لا أقفل عند الحتة دي بقولك شجيني تسيبني كده يعني المعارض والمبادرات دي مستمر ولا المبادرات تنتهي في منتصف شهر رمضان أظل 13 رمضان لا لا يا سيد يوسف خد بقى انفراد بقى المعارض مستمرة وتم التنسيق مع معالي وزير التموين والمحلية بالتنبيه على جميع المحافظات بالشوادر والسيارات بعد شهر رمضان مشاهر خد الجديد بقى يعني أهلا رمضان مكمل معايا الحد بعد برمضان المبارك مشاهر لا بقى مش كده بقى خد الجديد بقى حضرتك هشجيك اهو اربوك يجي بقى في افتتاح المعرض الرئيسي يوم 24 مارس لا يظل في أرض قاعة المؤتمرات لا يستر سبعة أيام يقوم بقى يتتوجه مع دولة رئيس مجلس الوزراء اللي قال نصا صريحا ان في حرب مع روسيا و اوكرانيا لا يعرف مداها انها تنتهى عليه ولا امتة ولا اي حاجة وانا حطينا اصعب الاحتمالات وعندنا البدائل لكل سيناريو ولكن واجه توجيهات صريحة ان تظل المبادرات والشوادر والسيارات المتقلة طول العام للمواطن المصري رفق لعباء على المواطن المصري طول العام يعني الشوادر والمنافذ المتقلة والمعارض واتشجع واصدر ان الادارة المحلية بدها ما تعمل واحد اشغال طريقه لا حتظل المعارض والشوادر والمبادرات شغالة حتى نهاية العام ده تنسيق الوزارتين زائد التنمية المحلية زيادة تنمية محلية بتاعة توجيات من دولة رئيس المدرس الوزراء الكلام ده في المحتمل الصحفي لحد يولا 31 ديسمبر 21 ديسمبر مستمرين وقالها بالنص الحرب لا أحد يعرف مده هتوصل فيه وعندنا حطين جميع الاحتمالات وحطين أسوأ الاحتمالات يعني الدولة بتدار باستراتيجية جمدة جدا جدا في تأمين المخزون الاستراتيجي وقلت لحضرتك فيه قرارات لمنع استتصدير الفول ومشرقات ودينها لتأمين فيه قرارات يتخذت بتبكير المعارض المفروض المعارض كان بيبدأ المعرض الرئيشي بعد ذلك لا احنا بدأنا من يوم 15 الشوادر بدأ 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 بسبوع هذا الأمح جمعيتي والأمح بدأ جمعيتي بدأ فوض التوليد كان بيبقى في إبريل بيبقى 15 إبريل احنا بدأنا من 1 إبريل بدأنا من 1 إبريل فالنهاردة التبكير بالمعارض والشوادر أدت كله لرفض فيه حاجات أنا مش خارج نطاق شغل مش عاوز أقول عليها فيه قرارات يتخذت التبكير بالمرتبات والزيادات كل فيه حاجات قرارات متخدة على أرض الواقع لرفع الأعباء على المواطن المصري تبا